عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد في هذا الحديث من الفقه واحد جواز الركوب إلى صلاة الجماعة اثنان جواز الصلاة إلى غير سترة ثلاثة جواز المرور بين صفوف المصلين في صلاة الجماعة وخصوصا عند الحاجة أربعة جواز إرسال البهيمة للرعي في حرم مكة لأن ابن عباس أرسل أتانه لترعى خمسة جواز ترك الدابة قرب صفوف المصلين إذا لم يترتب على ذلك ضرر ستة مشروعية إثيان الصبيان إلى الجماعة وقد كان ابن عباس ناهز البلوغ خمسة جواز ل PLF